السلام عليكم ازايكم النهاردة حصل استنفار على الحدود المصرية والجيش المصري حصل فيه نوع من انواع الاستنفار وعاوز اوري حداتك فيديو لجهة حرك وحدات عسكرية للجيش المصري على الحدود مع قطاع غزة ليه؟ لان المتحدث الرسمي باسم جيش الدفاع السهيوني اصدر امر النهاردة لسكان وادي غزة وادي غزة ده منطقة صغيرة موجودة في شمال غزة قال للسكان الموجودين في المنطقة دي ان هما يخلوا مكان فورا لان اسرائيل حتخش وادي غزة الحقيقة الموضوع ده ممكن يكون بالنسبة لك موضوع قويس جدا لان اسرائيل كده مش هتاخذوا كل غزة لا هتاخذوا حتة صغيرة كده في شمال غزة مش مش حتة كبيرة حقا حتة صغيرة السؤال سؤال مين؟ عليك عارف قد ايه؟ كام واحد ساكن في وادي غزة مليون ومئة الف بنياتة في وادي غزة ده تاني تحكي السؤال الهام يعني ماذا لو دي كانت المرحلة الاولى اللي هي وادي غزة اللي فيها مليون ومئة الف بنياتة ماذا عن المرحلة التانية والتالتة لو خدت بالك كيش الاسرائيلي بيزوء سكان غزة على حدود المصرية ولو دخلنا في المرحلة التانية اللي هي اجتياح وسط غزة واجتياح جنوب غزة احنا هنا بنتكلم على ان كل الفلسطينيين الموجودين في غزة هتلاقيهم على الحدود المصرية وحيجتاحوا الحدود المصرية يا جماعة السيناريو خطير جدا وابتدى يتنفذ وحضرتك بتشوفه بعينيه وكل التحليلات اللي طلعت من كل الناس اللي تكلمت في الموضوع صح؟ مفيش تحليل جلط اسرائيل بتزوء الفلسطينيين على حدود غزة وابتدت كده احنا يا جماعة مش بننجم هل دي الأخبار الخطيرة فقط؟ لأ بقى معاي كمية أخبار حضرتك لازم تعرف بس عشان أقولك عليها وأكشف لك تفاصيلها لازم أقولك القصة من الأول الطريق الوحيد الرئيسي المتوفر من أجل إجلاء المدنيين من هذه المنطقة هو طريق صلاح الدين مما يطرح تساؤلات بشأن إمكانية استكمال عملية الإجلاء في غدون 24 ساعة قبل أخشف الموضوع قبل أشوف لك التفاصيل خلينا أقولك إن احنا معنا راعي قوي جدا ومحترم جدا وهو الحقيقة أنا مش معاي راعي أنا معاي اختراع جامد جدا دلوقتي فيه ناس كتيرة بتحب تفتح شركات في دبي بس بتبقاش عارفة أنهي طريق يوصلها لكده يعني إزاي هتروح ويمين هتروح عشان تفتح شركة في دبي خاصة إن دبي هي من أولى وجهات الاستثمار في العالم حاليا ففيه شركة اسمها أبشر أبشر هي أكتر شركة وأكتر شركة ممكن تعتمد عليها في إنشاء الشركات في دبي هتساعدك تعمل كده وتأسس شركتك بشكل قانوني وهيكلي بكل سهولة يعني الشركة بتحطك على طريق الصح بس كتيرتك بقى تروح وتسأل مش محتاج إن انت هتلف والدور والعكس هتروح لشركة اسمها أبشر هيحطوك على الطريق الصحيح وبكل سهولة وأعوز أقولك إن أكتر حاجة بتميز الشركة دي السرعة الجديد بقى عند أبشر إن هم مش بيساعدوك فقط إن انت تأسس الشركة في الأمارات في السعودية كمان ده الحاجة الجديدة والخدمة الجديدة اللي بتقدمها لك أبشر مش بس كده وخلي بالك لفترة محدودة جدا أبشر بتقدملك استشارات مجانية تقدر تعرف من خلالها كل المعلومات اللي محتاجها قبل ما تأسس الشركة بتاعتك عشان أبشر تكون موجودة معاك خطوة بخطوة حزيب لحضارك الرابط داهم أسفل الفيديو لو حابب تتواصل معاهم نخش في الموضوع على طول نخش في الموضوع على طول الإيه الجديدة اللي معنا النهاردة ممكن يكون مختلف بالنسبة لحضرتك وأول مرة هتسمعه في ما يخص عملية توفان الأقصى والحرب الفلسطينية الصهيونية هي نازم حلقة تعرف إن أخطر جبها من وجهة نظر إسرائيل هي جبهة لبنان وإن إسرائيل على حسب جليدة هارتس بتحرك في الخط الرفيع اللي هو بين غضب حزب الله وتدخله لنصرة حماس وعدم تحركه وهو ده خط الرفيع اللي بتحرك في إسرائيل طيب الخط الرفيع دا يستلزم إيه؟ يستلزم إن إسرائيل تقلل عدد خسار المدنيين وما يظهرش إن في عدد خسار كبير جدا في المدنيين الفلسطينيين عشان كده ممكن حزب الله ما يتحركش بس حرك أنا عندي معلومة في منطقة خطورة النهاردة جديدة اسمها واشنطن بوست طلعت وقالت إنها حصلت على وثيقة استخباراتية قالت وفقا لتقييمات المخابرات الأمريكية حزب الله مش هيتحرك أصلا مخابرات الأمريكية تقول لحضرتك حزب الله مش هيتحرك ليه؟ حزب الله الزهر كده خد اللي هو عاوزه في تقسيم الحدود البحرية وشايف إن هو وضعه الحالي كويس مش محتاج إن هو يتحرك وشايف إن دلوقتي في مسألة توازن بينه وبين إسرائيل يعني إيه؟ يعني أنا عاوزك تسمع المعلومة دي يعني حزب الله لما بيجي هاجم إسرائيل بيدرب سواريخ في مناطق فارغة أو مفيهاش سكان كتير أو أهداف غير حيوية وبيكتفي بإسقاط المسايرات وإطلاق سواريخ على أهداف أي كلام فحين إن إسرائيل أصلا لما بتيجي تهاجم حزب الله بتضرب أهداف فاطئة في نوع من أنواع التوازن بين حزب الله وإسرائيل أو ده اللي بتقوله واشنطن بوست مش أنا اللي بقوله ومخابرات الأمريكية شايفة إن الاتنين وصلوا لمرحلة التوازن وتفاهم حزب الله تفاهم مع جيش الدفاع السهيوني عشان كده حزب الله هجومه ضعيف جداً جداً ولحضرك شايف إن حزب الله في هجومه على شمال لبنان هي رسائل لإسرائيل فأنا عاوز أقول لحضرك إن مخابرات الأمريكية بتتوقع إن الموضوع يعني مش هيخرج عن كده وإن ده حيفضل رد حزب الله من أول حرب إلى آخر الحرب حتى لو تم اجتياح كامل كفاعة جزة حزب الله حيرد بنفس اللي انت شايفه ده تدمير آلية ضرب ساروك على منطقة فاضية اسقط مصيارة إسرائيلية الكلام ده إنما غزو غزو مش هيحصل طيب حتيجي انتقول لي أدام المخابرات الأمريكية شايفها كده أمريكا حركت حاملة تقارات ليه وبتحذر حزب الله ليه وإيه الرعب في إسرائيل ده أدام المخابرات الأمريكية شايفة إن حزب الله مش هيهجب قالك آه هو حزب الله مش هيهجب بس ممكن يتم دفعه للهجوم يعني يعني خلي بالك إن فيه فلسطينيين كتير جدا عايشين في لبنان الفلسطينيين دول هم اللي ممكن يثوروا ويجرجروا منطقة كلها في شمال إسرائيل للهواء وإن حزب الله ملوش سلطة كاملة على بتحكم في الفلسطينيين اللي داخل لبنان فهما دول ممكن اللي يجروا الحدود اللبنانية الإسرائيلية لمرحض الصراع إنما حزب الله نفسه وإسرائيل عمرهم ما يتخنقوا مع بعض أو ده اللي المخابرات الأمريكية بتقولوا ده حاجة حضرتك لازم تعرفها خبر تاني خبر في منتهى خطورة برضو هلاك عارف النهاردة العرب كلهم عاملين حاجة اسمها يوم الغضب يوم الغضب ده هتلاقي العرب في كل حتة في أمريكا في فرنسا في أوروبا في كل حتة هس؟ هيتطلعوا في المظاهرات مع دعا إن مستشار الأمن القومي السهيوني يطلق تحذير لكافة الصهاينة والإسرائيليين واليهود حتى اللي موجودين في الخارج بتوخي الحزر وعدم التظاهر اسرائيل بتضيط من أي يهودي أو صهيوني في الخارج عدم التظاهر عشان ما يتمش يعني التحرش به وما يتمش يعني إن هو ايه يعمله فيه عاجة مش حلوة فقال لك ايه خليكو في بيوتكو ووقفل عليك بابك عشان ايه العرب موجودين في الشارع والحقيقة إنه لازم تعرف حاليك إن المظاهرات الموجودة في العالم حاليا مظاهرات حنيفة جدا وتاني ارجع للمقالة بتاعت فارن بوليسي اللي قالت لك إن هجوم إسرائيل على غزة هو حيمثل اختبار حقيقي لاتفاية إبراهيم ومدى تحكم الحكومات اللي وقعت على اتفاية إبراهيم مع إسرائيل في انفصاص غضب الشارع اللي هما هيشوفوا هعملوا ايه مع الشارع الشارع والراجل قده مسهل بالمغرب المغرب على اخير هم اللي بيحصل في فلسطين حاليا ولازم تعرف كل الشعاب العربية على اخيرها وإن كل ما مدايب حتزيد في غزة ممكن الشعوب اللي في الدول اللي وقعت على اتفاية إبراهيم تنزل في المظاهرات ولازم تعرف الموضوع ده كويس كده وده مشهد اسرائيل مش عايز شوفه حاجة تانية حراك لازم تعرفها إن لو انت مستقل بموضوع يوم الغضب العربي ده وإن العرب حينزلوا في الشارع فعاوز أقول حراك إن الشرطة الفرنسية منعت التظاهر تماما لنصرة حماس ونصرة غزة منعت في فرنسا قالت لك ممنوع والمظاهرات النهاردة اللي هتنزل هيتم الصدم بيها مع الشرطة بشكل كبير جدا والمفروض على حسب توقع الإعلام الصهيوني يعني إن المفروض هتلاقي صدمات كتيرة قوي بين العرب وبين الشرطة الفرنسية لأن أغلب العرب الموجودين في فرنسا هيكونوا بيدعموا غزة بشكل كبير الحاجة التانية وبرضو لازم تعرفها إن التركيا بتتحرك بموضوع نشاط أكتر دولة نشطة في الموضوع ده كله هي تركيا ليه؟ لأن تركيا صورتها مش حلوة النيتو بيعتمد على تركيا وشايفين إن تركيا بتدعم حماس وإن تركيا لها دور في موضوع حماس ده فأردوغان المفروض إن هو عاوز يعني يبان إن هو وسيط نزيح فدلوقتي وزير الخارجية التركي هيزور مصر النهاردة المفروض يعني وحيعقد مباحثات مع الجانب المصري وحيتعاونوا إزاي في تحداقة الأوضاع في قطاع غزة والتوسط بين الإسرائيليين والفلسطينيين سبحان الله الدولتين المفروضة اللي كانوا على وشك الحرب مصر وتركيا وكانت إسرائيل بتتفرج دلوقتي الدولتين دول اكتامعوا مع بعض وتصلحوا مع بعض عشان يتوسطوا بين حماس والصهايم الدنيا ضوارة بس تاني لازم تعرف حضرتك إن الموضوع مشتعل سياسيا بشكل كبير جدا نخش بقى في المواضيع الهام إيه اللي حصل النهاردة؟ اللي حصل النهاردة إن طلع المتحدث الرسمي بإسم الجيش السهيوني في فيديو مسجل وقال لك يجب على كل سكان وادي غزة إخلاء منازلهم فورا وإخلاء منطقة فورا لإنجيش الاحتلال السهيوني داك دعوة لكل المدنيين للخروج من بيوتهم من أجل سلامتهم والانتقال إلى منطقة الجنوب في وادي غزة مثل ما هو مبين على هذه الخريطة وتم توزيع هذه الخريطة إذن هنا مدينة غزة وهنا تمركز أغلبية السكان وهنا ترون في الجنوب وادي غزة وهذا هو النداء وهو الانتقال إلى جهة النهارة طيب اللي ساكن في المنطقة دي مليون ومئة ألف بني آدم ماشي أخبرك من رقم مليون ومئة ألف بني آدم دول المفروض هيسيبه منازلهم ومناطق اللي فيها في 24 ساعة استحالة وحيطة استحالة ده مش توقعي ده سكايليوز عربية هي اللي توقعت كده قايت لك استحالة لكذا سبب أولا خلي بالك انت بتتكلم على رقم إعجازي مليون ومئة ألف بني آدم يتخرج في 24 ساعة فأنت هتعمل اقتزاز في طرق المغادرة أي حد مع عربيته مش هعرف يمشي في 24 ساعة الشارع كله زحمي تاني حاجة مين قالك ان اللي ماشيين دول كلهم معهم عربيات ممكن فيه ناس معهاش عربيات هياخدوا أكتر من 24 ساعة لمغادرة المنطقة تالت حاجة لازم تعرف ان انت بتتكلم على عدد ضخم حتى الناس اللي ماشي ممكن ما تعرفش تجادر رابع حاجة فيه عواجيز مش هعرفوا يمشي في مسافة دي كلها ممكن ناس عجوزة معهاش عربيات مش هعرف يمشي خامس حاجة فيه مرضى في المستشفيات في المنطقة بتاعت ودي جزة دي فيها مرضى هيمشوا ازاي واخبالك الموضوع استحالة استحالة إسرائيل هتعمل مجزرة حسنا؟ الطريق الوحيد الرئيسي المتوفر من أجل إجلاء المدنيين من هذه المنطقة هو طريق صلاح الدين مما يطرح تساؤلات بشأن إمكانية استكمال عملية الإجلاء في غدون 24 ساعة الأمم المتحدة بطبيعة الحال انتقدت القرار الإسرائيلي وطالبت بإلغائه فيما اعتبرت حماس أنه دعاية زائفة وحثت المواطنين على عدم الانسياق وراءه وإسرائيل قالت لك احنا كده حذرنا وإحنا قلنا اللي عندنا وحتى قلنا الكلام ده للأم المتحدة والنهار ده أكسيس طلع بيانت وقولك المتحدثة باسم سكرتير العام للأم المتحدة طلعت قالت أن على الفلسطينيين إقلاق ودي جزة لأن إسرائيل حتكتاح ودي فرصة جيدة جدا يا جماعة وإسرائيل دعاة السلام في المنطقة يعني بيحذروا فلسطينيين وشفتوا الإسرائيليين يعني حلوين إزاي بيحذروا فلسطينيين قبلها هي أن المشهد اللي حلاج شايفه ده مشهد عبسي الإعلام الغربي بيسوق لإسرائيل كل حاجة هي بتعملها وبيحاول يلمع فيها يا جماعة مليون ومئة ألف بني آدم هيتحركوا إزاي يمشوا من مناطقهم في 24 ساعة إيه التخلف ده هو مجرد إعلان والإعلام يقعد يغطيه إيه ده إيه ده إيه الاستفزاز ده شوف كم من الفلسطينيين هيتقتله وعلى فكرة كل فلسطينيين هيتقتل فوادي يا جزة ده إسرائيل هتقول لك ده واحد من حماس حتى لو راجل حاجوز كان قاد في بيده قال لك ده واحد من حماس ده كان نقطة مراقبة ده كان بيه ساعة حماس وهكذا سؤال هل حد عارف إسرائيل هتحرك إزاي؟ النهاردة جريدتها أرادس برضو طلعت تقول على فكرة حتى رئيس إسرائيل ما يعرفش خطط الجيش إيه تجاهها في قطاع غزة حدش عارف إسرائيل هتعمل إيه في قطاع غزة هتكتاح كامل القطاع هتكتاح فقط ودي غزة ولا هتعمل إيه رحية الموضوع ده واضح جدا إسرائيل ما بتعلنش عن أهدافها ما بتعلنش عن خططها العسكرية في غزة ما بتعلنش عن أي حاجة خالص فيما يخص عملائتها العسكرية في قطاع غزة ليه؟ ليه كذا سرم؟ أولا هم مش عاوزين يدوا فرصة لحماس إن هم يدركوا حجم العملية اللي هتقوم بيها إسرائيل وعاوزين يرعبوا حماس ويوصلوا لهم إن هم يهجبوا من مختلف الجهات فحماس تبقى مرتبكة ومش عارف إسرائيل هتحجل من إيه أو إيه أهدافها أو كده فمش عاوزين يدوا صورة كاملة بالنسبة لحماس أو قادة حماس ده أولا والتاني حاجة مش عاوزين إن يتم انتقادهم لو حجم العملية العسكرية كان كبير وتم الإعلان عنها حتى لو تم الإعلان عن أهدافها ممكن العالم يستشف كبر العملية فإسرائيل مش عاوز تعلن عن أي حاجة عاوز تخلي الموضوع سري تالت حاجة إسرائيل ممكن تكون بتعتمد على سير العمليات وفقا لخسائرها فممكن ما تعلنش تقول لك والله إن عاوز أخد كامل قطاع غزة ولو لقت الضحايا قطار داخل صفوفها تتراجع فيبقى منظرها وحش فمخليها الموضوع سري ومش بتعلن عن أي حاجة فيما يخص عملياتها عشان هي هتمشي معارك وفقا لخسائرها وما تبقاش تراجع على حاجة وترجع تقول لك والله إحنا كتفينا بكده يعني لو خسرت حدد كبير من الكوات تقول لك والله إحنا كتفينا بكده فيطلع منظرها إنها منتصر فإسرائيل مش بتعلن عن أي حاجة خالص رابع حاجة عشان محدش يستشف كبر العملية في السياسيين الخارجيين ويعلنوا ضغوط على إسرائيل لتقليص حجم العمليات فإسرائيل مش بتعلن عن أي حاجة مش كده باشا؟ طيب هتيجي تقول لي على فكرة كل العالم الغربي مع إسرائيل حاجة يقول له حلالك إن رئيس كرواتيا النهاردة قال لك من اللي أنا شفته وكم القذائف وكم ضرب الفلسطينيين أنا فقط تعاطفي مع إسرائيل ده رئيس كرواتيا قال لك فقط تعاطفي مع الصهايين خلاص مش شايفهم إن هم ضحايا بعد الآن ولو شايف إن اللي أنا بقول لك ده حلالك مش مقتنع بي أو ده مش شيء مكنع بالنسبة لك خليني يقول لحضرتك معلومة واحدة تكشف لك كل اللي أنا بقوله ده صح وزير الدفاع أمريكا لويد أوستن وصل إسرائيل دلوقتي هيقعد في إسرائيل لده محدش عارف برضه بس الراجل ده جاي في الأغلب هيقعد 14 ساعة قبل ما إسرائيل تقوم بالاجتياح لأن ما ينفعش وزير الدفاع أمريكا يكون موجود وقت ما الجيش الإسرائيلي بيكتحجز يعني مش منظر يعني فالرجل حيمشي قبل اكتحجز طب الراجل جاي عشان يقعد 24 ساعة ويمشي آه ليه؟ عشان يطلع على خطط إسرائيل العسكرية ويشوف حجم العمليات الده ويشوف حاجة الجيش الإسرائيلي في زخيرة الده ومدفعية الده وأي حاجة ممكن إسرائيل عاوزها يوفرها تاني حاجة عشان يحاول يقلص من أهداف العملية يضغط على إسرائيل يعني خب بالك الإدارة الأمريكية ظاهريا بتدعم إسرائيل إنما داخليا أو خلف الأبواب المغلقة تحاول تضغط على إسرائيل عشان العمليات ما توسعش عشان الحب دي ما تطلعش لجبهات أخرى أمريكا مش عايز كده أمريكا عايز على الحب تخلص أمريكا عايز تلم الدنيا قلت لحضرتك إن أهداف أمريكا هي الصين وبعدها روسيا آخر حاجة إسرائيل دي والشرق الأوسط ملف الشرق الأوسط ده ملف ملعبك قوي بالنسبة للإدارة الأمريكية عايزين يقفلوا وهمشوا فإدارة الأمريكية ظاهريا بتبعت لك وزير الخارجية يقعد يقول لك أنا صهيوني واقف قدامك وأنا إسرائيلي ده رئيس أمريكا نفسه قال لك مش شرط أبقى يهودي عشان أبقى صهيوني مش شرط أبقى إسرائيلي عشان أبقى صهيوني هو رئيس الأمريكي نفسه قال كده فأمريكا ظاهريا بتبان إنها بتدعم إسرائيل وخلف إسرائيل وكل حاجة بس خلف الأبقى المغلاقة هي بتضغط على الإدارة الإسرائيلية عشان تقلص حجم الحملية وتخليها سريعة طيب أنا أهم حاجة بالنسبة لي كان قاتي إسرائيل دلوقتي احتهجم على قطاع غزة وعلى وادي غزة بس خد بالك من نقطة مهمة جدا أولا نازم تعرف إن حماس قالت لسكان قطاع غزة قالت لهم خلي بالكوا الندقات اللي بتطلق على أهلاء وادي غزة دي ندقات كاذبة إسرائيل مش هتهجم من وادي غزة إسرائيل هتهجم من جابحة تانية خالص ده اللي بتقوله حماس للسكان ودعت السكان يفضلوا في أماكنهم ما يغادرواش الممتع خليكوا عادي لو جيت تبص هتلاقي إن بإعلان إسرائيل لو صح يعني إن جيش الدفاع الإسرائيلي أو جيش الزفت الإسرائيلي حيهجم على وادي غزة فقط من قطاع غزة كله ده يقول لك إيه؟ ده يقول لك إن إسرائيل مقسمة قطاع غزة لأقسام أو مراحل مش هتغزوا قطاع غزة بالكامل عشان الغزة ما تبقاش ضخمة يعني لو هجموا من مختلف الجهات وعملوا غزه كبير جداً زي الحروب الأديمة كده تهجم من كذا جابها بعدها بغفيرة رسم؟ هذا الضحايا بتوعك هيكونوا كبار جداً حتى لو سويت غزة بالأرض لإن غزة كلها أنفاء فإن إنت تهجم على وادي غزة ده معناه مرحلة الأولى في مرحلة تانية ومرحلة تالتة لحد ما تخلص غزة كلها هتاخدها مراحل ده حاجة تاني حاجة مش معنى وادي غزة ممكن إسرائيل تكون رصدت أبرز المصانع وأبرز الأنفاء لقطاع غزة أو لحماس موجودة في الحتة دي تعاوز تبتدي بيها أو ممكن يكون الأسهل بالنسبة لعاملات اللوجستية للجيش الدفاع الإسرائيلي إن هو يهجب من الحتة دي كده أو كده إحنا قدام مرحلة الأولى من غزة وغزة اللي تم تهجير فيه مليون ومئة ألف بني قادة المرحلة التانية هيحصل تهجير لكام واحد المرحلة التالتة هيحصل فيها إيه؟ إسرائيل دلوقتي بيع لك المرحلة الأولى يعني إيه؟ يعني إسرائيل دلوقتي طالعة تقول لك شفت إحنا كويسين زي إحنا رعينا مصالح المصرية على فكرة ما هجرناش كامل سكان غزة خالص بكل اللي عملناه إن إحنا ابتدينا منطقة صغيرة عشان سكان قطاع غزة ما يهجموش على حدود المصرية والمصريين دول حبابنا وإحنا أولاد عملي والعرب كلهم أولاد أمامنا وإحنا بالحب العرب وعوزين نطبع مع السعودية والدنيا حلوة هي وبنقلل الخسارة البشرية بدليل إن إحنا أختارنا مليون ومئة ألف بني آدم إن هما يغادروا بيوتهم في 14 ساعة إحنا دعاة سلامة كده فهم بيبعولك الموضوع ده كله حلوة تاني حاجة وبيبعلك الموضوع ده ليه بيقولك شوف أنا بعد ما أخلص ودي غزة هروح لمنطقة تانية فحقول للناس بتقع المنطقة تانية يروح ودي غزة لوحيات أمك يعني ده أنت بتهزر يعني إيه قال يعني شعب فلسطيني واقف روح هنا تعال هنا لا يا حبيبي هو مين حيرجع ودي غزة بعد ما يتم تسويته بالأرض ويتم تجريفه خلي بالك إسرائيل لو ما تخش ودي غزة مش هتضرب سطح الأرض هتجرى في المنطقة كلها الفلسطيني إيه اللي حيرجع أرض قحلة أو مجرفة أصلا محفورة هيرجع إزاي يقولك لا إحنا بنحرك الفلسطينيين يروحوا كده ويجوا كده إيه كده بفرق ده أنتوا هتشتغلونا هم الفلسطينيين لو مشوا من ودي غزة هيروح لشمال جز المرحلة التانية هيروح لمعبر رفع وهكز وما فيش رجوع إسرائيل نفسها مش هتسمح للفلسطينيين يرجعوا حتى لو أعلنت كده إرجع للمنطقة اللي إحنا أخرينها مش هيرجعوا لا الفلسطينيين هيرفعوا يرجعوا ولا إسرائيل هتسمح لهم يرجعوا وعلى فكرة لو فكر فلسطيني يرجع لوادي غزة بعد ما إسرائيل تيجيبوا على الأرض هيدربوه ويقولك معلش قتل خطأ اكتشفنا نفق والفلسطينيين بيركعوا فنزلنا عليهم خظيفة وضربناها معلش بالغلط الفلسطينيين عينشوا من ودي غزة يروحوا وسط قطاع غزة وبعد كده هتلعوا لمعبر رفع إسرائيل نفذت المرحلة الأولى لازم تعرف الوضع المشتعل لازم ترائب الملف ده ما ينفعش إن حضرتك تسيبوا للصدفة الموضوع خطير للغاية ويا رب أكون شرحت الحرارة كلموضوع بشكل مبسط ويا رب أكون قفتك في حاجة أو أضفت الحرارة كحاجة يا رب ننسوا لمصر رب ننسوا البلسطيني يا رب ويا رب ننسوا العرب تحية مصر السلام اشتركوا في القناة يا محروصة بسيف شاطر واسف حارس عليك يا مين ومن فوق السماء السابع حميك يا رب العالمين